اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء على همية موصلة تطوير اواصل التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص الصديقة بما يسلم في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الاهداف والمصالح المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سمو وحفظ الله يوم امس في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة سعادة الدكتور اندرياس ايليا دايس سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تعينه سفيرا لبلاده لدى المملكة حيث رحب سموه بسعارة السفير متمنيا له التوفيق في اداء مهامه الدولمسية مشيرا سموه الى الحرص على تنمية اوجه التعاون بين البلدين الصديقين والدفع بمسارات العمل وتنسيق المشترك نحو افاق اوسع كما جرى خلال اللقاء استعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك واخر المستجدات الاقليمية والدولية من جانبها عرب سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين عن شكره وتغديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد الرئيسي مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام دائم بموصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والدفع بها نحو افاق ارحب متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار اشتركوا في القناة